بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام السلام عليكم زينات إن شاء الله تكونوا لباس وتكونوا بخير وتكونوا هاني إن شاء الله يا رب العالمين ونوم جاينا مع هذي الفيديو اللي راح نشوف فيها مع بعضانا دولمة تاع الكروم كما كنت شوفوا هنا عندي شريط هذا الرس تاع الكروم وهنا راح نحلو هذيك الوسطانية يعني القعمور هذيك الوسطانية كما يقولولها نقلحها كما كنت شوفين نقلح فيها بالموس والا اه دير لي انتقو وهنا راح ندير له ديرت له ديج الماء يغلي ورح ندير الراس هذا كامل كما راح في الماء يغلي نحاول ننقطسه في الماء وخلي يغلي يعني واحد الثلاث تقايا خاك ذاكا اني يتنح حاول هذيك الورقات من من الحبة هذيك تاع الكروم قطوما تيكمو كي طيبو يتقلع يعني كي ما كنت شوفون ايا اني خليه يغلي مدة يعني كم قلت لكم اش دقائق وثلاث دقائق اني ينصلو لي وذيك الساعة كي ما كنت شوفون ايا اني نح في ال في هذيك الكروم نح فيه باش ننح هذو كل الورقات كي ما كنت شوفون ايا يتنصلوا وحدهم كي طيب يولو يتنحوا ويتنحوا وحدهم يعني يتنحوهم سهلين يجيكم سهلين في النحان ونحن حبا بحبا حتى نوصل الوين ما ينقدرش يعني ما يتقلعوا ليش نولي نرجعو مرة ثانيا ونرجعو للقدر انتاعي وننسي نخليه ثاني كيف كيف يغلي واحد الزج دقائق ثلثة دقائق يعني ان تعرفوها باللي اه تنصلت وطابو ثاني شوية هذو كي كويسون يعني اه طايبين شوية ذو كاف نص طيب ذو كل الوريقات تاوي باش كي طايبهم خطا خم يجيبكم يعني قاسينة زمعتو طايبين شوية اه ولا كررت هنا العملية مرتين او ثلاث مرات يعني كررت هنا مرتين اه تجمع على حسب اله هذا الراستع شفلو اللي عندكم اه شفلو ريخة الكروم اللي عندكم يعني سوى كبير سوى صغير يعني انا مدرت اه يعني الى مرتين وقعدت لي شوية يعني خليت اكو ندير بها نهار اخر يعني ندير بها كغاتا ولا ندير بها من سالات والله يعني مدرتوش كام بسكجاني بزيف اه اه اذو كاذي هذي صغيرة هذي خليتها نحيت من هذو من الوريقات ومبعد خليت الباقي كنت نهار اخر ان شاء الله نكمل ندير بها كغاتا ان شاء الله والا هنه نحيت الوريقات التوعي كامل اللي حتاجتهم الكبار وقعدوا هذو كالسقار يعني كما قلتكم هذا الصغير هذا خليتوا بجيه والا هنه بعد ما كملت نحيت الوريقات التوعينا جبت اله هذا الافخص انتاعي هنا عندي شوية الحمرحي سنسون كرام شوية ملح حبة بيض نص حبة عبصل اه زو سنينة ثوم هنه يمعد نوس ونعدي زنجبيل كوركم وفلفل لكحل والا هنه هذو انا ممنديله هنه مغرف ولا زجو مغارف تاع تاع شابلوغ هنه ما كانش عندي الله غالب ما كانش عندي لها شابلوغ دونك ما درتش ما سينو هو تقدر ديلو اه مغرف ولا زجو مغارف نقولو تاع شابلوغ اه يعود الطريه هذك الحمل تاعكم يعود فيه تراوة هنه بعد ما وجهت الدوزان تاعي هنا بديت من هي بجيها اه نواسي ندير فلاصوس تاعلي رح ندير هالو درت حبيباتها ابصل درت شوية تاع الزيت وهني ندبل في ذاك البصل انتاعي ورايح ندير الثوم معاها نحمرهم بارك شوية وندير لهم اه طوماتيش تاع الحبي يعني رحيتها ندير دائما نستعمل لابل بعض دو تان استعمل تاع البوات هذيك يعني اه طومات بولي هذيك دونك رحيتها بارك شوية في الربوعات اللي كيمالا بيوغي ودرت هالو وعلا هاي رحيتها ودرتها ونبعد رح ندوزنو يعني ندير شوية تاع كوركم كما درت التوابل اه كما درت في الفلافاخس شوية كوركم زونجابيل في فلاكحل وانتوما اه اذواق يعني كل اخر شي حبيدير اه ليزي بيس نتاعوا اه وعلا هنا ستا شوية تاع المابارك بتعود لي جارية شوية لاصوس تاعي وزد لها نص حبة تاع تاع جنبو ثاني بيحتاطين البناء فلاسوس تاعي مدوش رسقية ما فيهاش حتى بنا دونك هو يعطيها قو وعلا ندوزن فيها هنا ايه ونخليها تغلي يا ربي شوية ثلثة دقائق مانبا اه شوية باش يذوب لي هذا كل هذا الجنبو اللي هندير ويذوب لي ثاني فلاسوس يعطي القو وتكتك شوية ونحبس عليها ولا وهنا شوية ملح ما ننسوش الملح وبعدها نرجع لفخس تاعي رح نخلط كلش مع بعضها وهذهك لفخس قاية نخلطها مع بعضها وهنا يا موضوع اليوم يا لبنات هنا كيما قلت لكم كيما اشتو في كنت نخمم يعني والله خممت نغلق القناة لاني ما عنديش تفاعل الله غالب تفاعل ما كاش والو اه جي باسي دفو اه دونك الانسان يتعب ويشقى وكلش ونهار تالي يعني ما كاش تفاعل اه الله غالب اه دونك اه رايوا لي انتم ما وقولوا لي وش اه نغلقها ولا نخليها قناتي باس كي فخانش مو اه قنات كما من انسان راي يتعب عليها ماش حاجة سهلة اه فيها تعاب وفيها تصوير وفيها اضاءة فيها كلش ونهار تالي انسان ملقاش تفاعل يعني هذا الشي لي اه يتعب شوية دونك خممت نغلقها وشوف اراءكم وش تقولوا لي في هذا الموضوع البنات اه دونك هنا ينرجعو لغوسات تاعنا اه كما كنت شوفوا هنا نجيب الورقة نتاعي ما نخشناش بزيف نحل هذك الجيه هذك الوسطانية هذك اليابسة نحها ونحثني هذو من الزايدين باش كنا نلفها متعد ليش خشينا بزيف وندير هذي لفخص نتاعي ونرولي عليها ونحط في البلاطو نتاعي الان حنديرو في الفور ظالا نعود هذي العملية كما كنت شوفوا ونعودوها مع بعض هنا كيما قلت لكم والله القناة تاعي يعني راني يعني تعبت عليها مش ما تعبت يعني تعب كبير يعني مجهود كبير اه وراني في مدة اه سنتين يعني وانا حال للقناة تاعي اه بصح الله غالب ما كاش تفاعل ما عنديش لي اه اه دونك تعبت نقول لكم لا فيغيتية تعبت بزيف وكنت نخمم والله نخمم وقود بقى لك نغلقها ونريح روحي مهم كما شتو هنا يا لبنات لهذا الكرم لما قد وديرو لا فخص نتاعكم وتلهوثو وترولو وديرو في البلا ويجي بنينة ما شاء الله وتنح الحيره ثاني الواحد ذكرها الحيره حاكمتو كل مرة يقولو وش ندير تاني ملغدة يجيك العشا تاني ملغدة يجيك العشا تاني ملغدة يجيك العشا وهي رايحة المهم هاذه هي هاذه هي كيفاش تديرو يعني الوريات هاذا تعال الكرم كيفاش تلفو فيها هاذاك اللحم وبعد ما نكمل هاذا الوريات نتاعي كامل ونكمل البلاطون نتاعي اللي درتو راح ندير هاذيك اللاصوس نتاعي فوق فوق هاذوك الحبيبات تعال اللي لفيتهم بيبات تعال الكرم نكبع لهم هاذيك اللاصوس كامل مهمي لابنات ننسا لكم نشوفكم شتقات ديرولي في تعليقات وقلولي وش من موضوع ثاني اللي راي يعجبكم باش نديرو لكم يعني طبخ روتينات ولا يعني اللي زائفة اشتعلي ماجازا وشيني حاجة اللي هي بلوس انتغيسي لكم تحبوها هناك المكتفو البنات هذوك الباقية اللي خلينهم ما ترموهم مش خلوهم ديرو بيهم انسالات قطعوهم رقاق بارك وديرو لهم انسالات هنا بعد ما درتهم في الفور خليتهم لمدة 45 دقيقة على 180 درجة خرجتهم هنا درتهم شوية بارك تعال فرماج من فوق شوي شوي تعال فرماج من فوق هكذا يعطينا البنة والديكور ثاني وليت رجعتهم للفور ومبعدها هذا هو البلانتاعي بعد ما طعب شلا يكون عجبتكم لغسات ونستنى في تعليقاتكم يا البنات ما تنسوا منيش باللايك ونقولكم مع السلامة حبوباتي شكرا 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 شكرا